في إطار تطوير المنظومة الطبية لتقدم أفضل خدمة للمواطنة فقد تم تطوير عدد من المستشفيات منها مستشفى حميات بنها وقد تكلفت أعمال تطوير المبنى بالكامل حوالي 40 مليون جنيها يعد مستشفى حميات بنها من أهم المستشفيات التي تقدم خدماتها للمرضى خاصة في حالة الأمراض المعدية وأمراض الكبد والجهاز الهضمية كونها تتميز بموقع جرافي يخدم أهالي محافظات مجاورة مما يزيد العبء على مستشفياتها تتمتع محافظة القليوبية باهتمام كبير من القيادة السياسية في إطار جهود الدولة لتحسين الخدمة الصحية داخل المستشفى الحكومية تم إدراج مستشفى حميات بنها لتطوير ورافع الكفاءة المرحلة الأولى كانت بتشمع الأقسام الداخلية بساعة 64 سرير قسمين للكورونا وقسمين للأمراض المعدية وقسم الكبد والجهاز الهضمي وقسم الأطفال المرحلة الثانية كانت بتشمل تطوير مبنى الاستقبال والعادات الخارجية والطوارئ الصيدلية قسم التعقيم والمغسلة قسم الأشعة وتم تركيب جهاز أشعة مقطعية على أعلى مستوى تم رفع كفاءة مبنى العنايات داخل المستشفى مستشفى حميات بنها يعد من أهم المستشفيات التي تقدم خدماتها للمرضى خاصة في حالات الأمراض المعدية وأمراض الكبد والجهاز الهضمي مع مراعاة رعاية الصحية والجسدية والنفسية للمريض نحن نضرب الأطباء والتمريض وجميع العاملين في المستشفى على أحدث معايير الجودة لكي نتطمن أن الخدمة الصحية التي تقدم للمريض تكون على أحسن مستوى نحط لهم سياسات للعمل ونحدثها كل سنتين لكي نطمئن أن المريض يأخذ أحسن خدمة وأفضل خدمة المعمل قدر أنه يعمل 110 ألف مريض أنه يعمل لهم تحليل كوفيد-19 ومعمل البي سي آر برضو في مستشفى حميات بنها أثناء مبادرة الرئيس لعلاج فيروسي عمل 125 ألف حالة وبالنسبة برضو للمعمل خلال الفترة الفاتة دي تم تطويره بتوفير جهاز للهرمونات لعمل تحليل البراسيرويد هرمون والفريتين لمرضى الكلاه الموجودين في المحافظة حوالي ألف ومئة مريض المستشفى يدعم أيضا التعليم الطبية المستمرة للكوادر من أطباء وممرضين وإداريين ويلتزم بتطبيق نظام الجودة كما يلتزم بإيجاد بيئة تتميز بالسلامة والأمان وتقليل المخاطر لجميع العاملين والمرضى والموظفين والزوار أحسن وأنقب كثير الناس هنا زي الفلدكاتر أحسن استقبلهم أحسن الحمد لله أحسن كثير عن الأول خدمة مية مية هنا ومستشفى مية مية والتطوير كان الأول كان المستشفى تطورت بتاعتها كالتعبانة الوقت ما شاء الله يعني بقت مية مية تم البدء في تطوير المستشفى على ثلاث مراحل حيث يتكون من مبنى العنايات الذي يقدم الخدمة للحالات الحارية كما يقدم المستشفى خدمة التحالير الطبية الكاملة لأهالي محافظة القليوبية وبعض المحافظات الموجودة